اشتركوا في القناة لهذا الاسبوع بتمنى انه كل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه اذا ما بتعرف طالعك تنزل على صندوق الوصف في موجود روابط رابط بعلمك كيف تستخرج طالعك ورابط في جدول لاستخراج الطالع وصفات الطالع ورابط له علاقة بموقع تقدر تدخل من خلاله وتستخرج طالعك يعني شارح لك كل الطرق اللي تقدر انت تعرف من خلالها الطالع تاعك لانه اذا ما عرفت الا برجك يعني او اسمعت برجك فممكن التوقعات تنطبق عليك ما بين 60% لغاية 70% ممكن اذا كان برجك هو الغالب عليك يعني تصل التوقعات ل 80% ولكن اذا عرفت طالعك وقارنت يعني سمعت البرج اللي نفترض انك انت سمعت برج الحمل ورحت انت سمعت كمان لبرج اخر اللي هون نفترض القوس ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الايجابيات هون والايجابيات هون واخدت السلبيات من هون وحطيت السلبيات هون وين التحذيرات وين الامور هاي فبتطلع بتوقعاتك انت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% تصل ل 90% من التوقعات يعني الى انه اذا بدي اعطيك توقعات اليك شخصي فهاي امور اخرى الها حسابات اخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة او التحولات السنوية يعني بمعنى اخر انه اشي خاص فيك انت ولكن عشان ننقرب المسألة الى اقرب خاني ممكنة من التوقعات فانا بقول لك اسمع برجك واسمك طالعه اسمع طالعك طبعا بالنسبة للكواكب خلال فترة هاي او التنقلات اللي راح تصير خلال الاسبوع هاد من يوم الخميس اللي هو اثنين سبعة اه القمر راح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا للتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت اربعة سبعة من صباح يوم اربعة سبعة راح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين اه ستة سبعة من ظهر يوم الاثنين ستة سبعة راح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الاربعة على الخميس اه يعني بكون موجود بالدلو من منتصف ليل الاربعة على الخميس ولغاية صباح يوم السبت احدعش سبعة بكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف راح يتحرك خلال هذا الاسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الامور هاي كلها بتتابع الاخبار اليومية لانه احنا في التوقعات اليومية بنعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الامور هاي اللي متعودين انتو تسمعوها لا احنا بنعمل على كل البيوت اللي الها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متاعبك والامور الضاغطة عليك والاحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الامكان ان نغطيها بالكامل خلينا نروح على اول اشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك بالنسبة لكم يا موليد برج العذراء طبعا معروف انه الفترة هاي فيها نوع من انواع الضغوط اه ضغوط هاي طبعا اسبابها وايش الاسباب اللي بتضغط عليك بشكل كبير بتسبب لك بعض الاحباطات وفي نفس اللحظة ايش الاشياء اللي بتساعدك بالفترة هاي وبتعملك نوع من انواع الانقاذ طبعا اول اول شيء لازم نحكي عنه اللي هو الشمس بما انه الشمس وعطارد اتنين موجودات في بيتك 11 يعني في السرطان صحيح انه برج حليف لايلك ولكن تراجع عطارد اللي موجود بسبب بعض الاشكاليات لايلك فعشان هيك في الفترة هاي بيكون في نوع من انواع الخلافات بتكون مع الاصدقاء مع المعارف بتكون يعني ممكن تيجي من خلال مناسبة من خلال حفل من خلال اجتماع ممكن تتذائق من فضول بعض الاصدقاء ممكن انت توجه انتقاد لاذع لبعض الاصدقاء فينفضوا من حولك ممكن انه يعني يكون حتى هاي الفترة ممكن تسبب خلافات لدرجة انك تخسر صديق له فترة طويلة معك اما بالنسبة للامر الايجابي اللي بيجي من الزهرة الزهرة طبعا موجودة في بيتك العاشر بتعزز امور الها علاقة بالعلاقات العامة فبتنشط في امور الها علاقة بالعلاقات العامة او امور الها علاقة بالعمل الفترة هاي ممكن يعني تيجيك مزايا جيدة جدا نوع من انواع المديح او الاطراء او التكريم او الشكر او منصب جديد او عمل جديد او عرض جديد اله علاقة بالعمل يعني بيعزز كل الامور اللي الها علاقة برضو ممكن الفترة هاي تنشط باجتماعات او مؤتمرات او لقاءات او اشياء ممكن تستفيد منها من خلال معارفك او علاقاتك اما بالنسبة لا ليش ما عندك حظ ليش الفترة هاي يعني الحظ عندك ضعيف جدا وكل الامور بدك تتعب وتجتهد زيادة عن اللزوم عشان تحصلها حتى على المستوى العاطفي في عندك خلافات او بتسبب لك خلافات وفي منكو ممكن انه يعني يدخل بمواجهات مع الحبيب وممكن انه يخسر احد الاحبة بالفترة هاي وبرضو بتعمل نوع من انواع التوتر ما بينك وبين الابناء السبب انه عندك ثلاث كواكب موجودة في بيتك الخامس وكلها بتتراجع يعني عندك اول اشي بلوتو عندك المشتري عندك زحل الثلاثة هذول موجودات في برج الجدي وهذا بيتك الخامس بيت العاطفي وبيت الحضوض فعشان هيك بسبب لك كثير من المشاكل بالفترة هاي حاول انك ما تعتمد على الحض بدك تجتهد زيادة شوي وبرضو بدك تمسك عصابك اثناء تعامل مع الحبيب خوفا من انه يصير بعض المشاكل او تنتهي علاقتك خصوصا اللي عندهم العلاقات الضعيفة اساسا او اللي بتكون جديدة اما بالنسبة للبيت الثامن طبعا بالنسبة للبيت الثامن موجود المريخ فعشان هيك بسوي لك نوع من انواع الاضطراب او بظهر لك بعض المسائل اللي لها علاقة في البنوك لها علاقة في الضريبة لها علاقة في التأمين لها علاقة بالاموال اللي ما بتعود لك فبتسبب لك بعض التهورات او بعض الاشياء اللي انت بتكون مندفع فيها فممكن تفكر مثلا في قرض او يعني بدك تاخذ نوع من انواع التسهيلات او بدك تاخذ ترهن اشياء لاجل انك تاخذ بدالها فلوس او تطلب من احد الاشخاص اللي انت بتعرفهم ديون او ممكن انت تكفى الشخص بالفترة هاي برضو الوضع رح يكون سلبي فهاي الامور كلها طبعا بسبب المريخ انه بعطيك جراءة عالية في الامور هاي ولكن بدون حساب عشان هيك بتورط في مشاكل انت بيغنى عنها على مستوى الاموال المشتركة اما بالنسبة للبيت السابع فالهو مقابلك مباشرة موجود نبتم بالتراجع فهذا دائما بيجيب الشكوك بيجيب الافكار السودة فممكن يعزز بعض الافكار السودة او الشكوك او يخليك تشك بالشريك شريك المال او شريك العاطفة او بالزوج تحديدا او بالزوج تشك في اخلاقه تشك بسلوكياته تشك انه مخبي عليك اشي او عنده سر بيخليك مخك يظل شغال وبتظل مرتبك يعني بحالة ارتباك عالي جدا حتى بطريقة التفاهم معاه بتكون صعب جدا الاوضاع عشان هيك بدك تطلع من حالة تأثيرات نبتون هاي السلبية اللي بتأثر عليك بشكل سلبي على اساس انك انت ما تكبر المشاكل وتعمل فجوات اما بالنسبة لاخر كوكب عنا اللي هو اورانوس اللي موجود في بيتك التاسع وهذا اللي بسبب لك خلافات على مستوى الدراسة على مستوى التعليم على مستوى المراكز التعليمية على مستوى الجامعات على مستوى البحوث على مستوى المناقشات حتى لو بدك تشتري اشي من خارج البلاد يعني بتكون الاجواء متقلبة يا اما معك بالكامل وبتكون الحضوض عالي جدا حتى على مستوى المحاكم والاوراق القانونية والمعاملات يا بتكون معك على الكامل يا بتكون ضدك على الكامل ما في حل وسط في هذا الموضوع عشان هيك برضو هاي الامور بدك تنتبه لها انه بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وفي نفس اللحظة ما تعتمد على الحضوض بدك انت اذا عندك محكمة وهذا بدك تجهز اوراقك بدون التلاعب فيها عشان اورانوس ما يجيب لك مفاجآت يعني بمعنى اخر بدك تكون حذر وما تعتمد على الحض نهائيا بالفترة هاي اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية خلينا نشوف ايش الايام اللي بتكون معك وايش الايام اللي بتكون ضغطة عليك بالنسبة من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بيكون موجود في القوس وهذا يعني بيتك الرابع بيت العائلة فبالفترة هاي بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي او منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية اهم اشي انك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الاجواء عدائية ومتوترة اهم اشي انك تراعي وضعك الصحي من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بيصير موجود في الجديد هون الفترة هاي بتصير ايجابية للك بقوة فعشان هيك بالفترة هاي بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم الفترة هاي مناسبة لنشاط فني هاي برضو بتحملك اجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة وتحاول ترتب الامور او تتراجع عن قرار سابق فترة بناء او ايجابية حاول انك تستغلها بكاملها من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف لليوم الاربعاء على الخميس القمر بصير موجود في الدلو وانا بيتراكم العمل عندكم لكن عندكم قدرة على مواجهة وانجاز حصة الاسد منه ما تهملوا صحتكم وحاذر من التعب الصحي او من شيء جسدي بمنعك من اداء واجباتك اليومية كمان يعني ممكن تظهر لك بعض المسائل العائلية بالفترة هاي او امور شخصية طارئة وممكن تشعر بالتوتر يعني هذا بيت العمل وبيت الصحة فبدك تدير بالك على الامر من منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في الحوت فهنا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم الفترة هاي مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة حاذر من المشاكل مع الشريك في العمل والحياة خصوصا الازواج هاي فترة شائكة فما تجازف اضبط عصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب وحاذر من الكلام الجارح ابتتمتع بهاي الفترة بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضباط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء